ذكرت اليوم مباراة المغرب وأيضاً الفوز المغرب على كندا في المباراة 2-1 نعم كانت النتيجة وكان في احتفاء بالفعل العربي على موقع التواصل الاجتماعي حتى في داخل الملعب هذا الشعور العاطفي هل ينجر إلى منبع هذا الشعور من أين أتى؟ والله أنا هذا السؤال صراحة أعتبر أنه سؤال مهم جداً 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 نحن عشنا فلنقل في السنوات الأخيرة كذبة كشفها هذا المونديال وهي؟ قضية ما نراه على وسائل التواصل الاجتماعي من الشقاق ونزاع بين الشعوب العربية ظهر بأنه عبارة عن كذبة كبيرة وبروباجندا كانت تقودها العصابات الحاكمة في هذه الدول العربية وما يتبعها من أزواب الإلكتروني وغيره ولكن لحظة ما حصل في قطر رأينا أن هذه الشعوب متعلقة ببعضها البعض أنا من الأمور التي شدتني أن ترى المشجع القطري والسعودي واللبناني والسوري والأردني والمغربي والتونس والجزائري كانوا متواجدين في كل المباراة التي كانت تلعبها المتخبة العربية السعوديون يعني نحن تعرف أنا أعتذر عن هذه الكلمة ولكن هذا اللي كان ظاهر يعني ربما في ضخ أعلامي خاصة على تويتر وعلى مسائل التواصل الاجتماعي من قبل الزباب الإلكتروني كانت تصور بعض أن المجتمع السعودي أصبح منفصلة عن قضايا الأمة والإماراتي أيضا منفصلة عن قضايا الأمة ومع التعني قضايا فلسطين وكذا اكتشفنا بأن شعوب هذه الدول هي شعوب ما زالت حاضرة في قلب هذه القضايا وإنما من كان يروج هذه الصورة هم الناس المحسوبين على بعض الأنظمة أو بعض الحكام أو حتى ما يسمى بزباب الإلكتروني ولكن طبيعة هذه الشعوب لأننا اليوم لا أستطيع أن أنسى الفرحة الغامرة التي كانت من قبل بعض القطريين والسعوديين الإماراتيين على فوز المغرب أنت تتابع السوشال ميديا بتلاقي هناك اقتتال بين هذه الشعوب ولكن حقيقة هذا الأمر أن هناك اقتتال بين زباب الإلكتروني أو اتفاق على إشاعة هذه الفكرة بأن هناك اقتتال بين هذه الشعوب ولكن حقيقة هذه الشعوب ما حصل في المدرجات في كل الألعاب وعلى اختلاف جنسيات العربية عالم فلسطين كان حاضر في كل مدرجات وفي كل الألعاب هذا أمر يدل على أن هذه الأمة ما زالت حية وهذا يفسر لك لماذا الهجوم على هذه الأمة أحدهم كان يقول لي مرة مرة سقط في المنطق أحدهم كان يقول لي وأحد الذين أعتبرهم أنا من أستيزتي كان يقول لي هذه الأمة لو لم يكن الغرب يرى فيها أن فيها حياة حتى الآن وأنها قادرة أن تقلب في لحظة معينة كل هذه المعايير لم استمرت الهجم على هذه الأمة لأن الميت لا يضرب ولكن لو لم تكن هذه الأمة حية لم استمرت ضرب فيها هذه الأمة أظهرت أنها فعلا حية بغض نظر البعض ممكن يقول لي أنه أنت جاي تقرأ الأمة وما يحصل في مصاب الأمة من خلال لعبة فتبول لا لا أنا لا أنظر إلى لعبة الفتبول وأن كان هو نشاط رياضي لمشكلة فيه أنا أنظر إلى تفاعل الشعوب العربية بالنسبة لنظرة اللعبة كانوا لعبة فقط لعبة فتبول هل هذه نظرة تحجم كرة القدم وأيضا أنا لا أنظر الآن إلى موضوع الرياضة بحد ذاتها وأن كنت أنا محبي الرياضة ومن داعمي التوجه نحو الرياضة يعني الشباب أن يتوجه إلى الرياضة تضخيم اللعبة هذا أمر لكن أنا أتكلم عن موضوع ردة فعل الشعوب وتفاعل الشعوب مع بعضها البعض رأينا أن كيف هناك يعني حتى تم استحداث ما يسمى بإلتراس أو مجموعة مشجعين من كل الجنسيات العربية المتواجدة لتشجيع أي فريق عربي يكون في أي مباراة وبالتالي هذا الاندماج وهذا الانصهار أنا أقول لك أنا وجدت اليوم يعني بعد انتهاء المباراة المغربية وجدت مشجعين من كافة الدول سعوديون وإماراتيون وقطريون وبحرينيون كانوا يعني يرقصون بفرح والله كأن منتخباتهم هي التي ربيحات تبدأ دل على أن هذه الشعوب ما زالت تتفاعل طيب أنا أعطيك أيضا مؤشر آخر خطير جدا الذي حصل وهز الكيان الصهيوني هذا المراسل الصهيوني الذي كان موجود في قطر هذا الذي رفض كل العرب حتى يتكلم معه يعني المهزب بينتهم رفض التكلم أما البقية كلهم شتموه وطردوه وطلبوه بالخروج من هذه الأرض وأنتم يا قطلوا يا مجرمين هذا دفع الداخل الإسرائيلي إلى هناك نقاش أنا فوجئت بأثر هذا الموضوع ولكن هؤلاء كما وصفهم ربي سبحانه وتعالى يحسبون كل صيحة عليهم هم يعيشون في حالة زعر وخوف من أي مؤشر يؤدي إلى تصويرهم أنهم مرفوضين وهم فعلا مرفوضين وسازلوا مرفوضين في هذه الأرض حتى يخرج آخر صهيوني مجرم إرهابي من الأرض فلسطينية ولكن الذي حصل أن هذا الأمر استدعى أن يكون هناك اجتماعات ونقاشات داخلية حقيقية بين منظرين وستراتيجيين إسرائيليين أنه ماذا فعلنا نحن في كل هذه السنوات وهل استطعنا فعلا تقارب من الشعوب العربية اكتشفوا في لحظة وهذا الذي كشفه من دي القطر أن الشعوب العربية عن بكرة أبيها تكره هذا المحتل المجرم الإرهابي الذي يدنس أرض فلسطين وأن الذين ينتصرون لهذا العدو إنما هم فئة من الضلين المضلين المتملقين الذين هم عبارة عن لاعقي يعني أيدي حتى لا نقول أكثر للأنظمة والحكام الخوانة الذين يحكمون بلاد العربية أما حقيقة الشعوب هم شعوب حية شعوب حاضرة في قلب القضايا الكبرى